السلام عليكم يا شباب بصوا كده اه في حاجات انا جبتها حبيتها بفرقوا عليها عمتا يعني تمام دي اه شوية معدات اه لدهان السيارات عمتا وعمتا تنفع برضو للدهان الاخشياب والحاجات دي بس دلوقتي احنا بنتكلم عن دهان السيارات وهديكم معلومة سريعة عشان تفيدين الناس واهم الحاجة ان الحاجات دي يعتبر حاجات اه كويسة وعملية وفي نفس الوقت موفرة اه في الايام اللي احنا فيها دي عارفون كل الحاجة غالية جدا والحاجات دي طب اه يعتبر سعرها فهمتنا وللجميع نبص مع بعضينا الكارتونة دي لسه جاية لسه فتاحها تمام انا بس عشان الوقت فتحتها تمام هنبدأ مع بعضينا ده مكنة التلميع تمام دي المركب بتاعتها تمام هنبدأ بمكنة التلميع ونشوف الدنيا فيها المكنة اه عشان بس كان فيه مشكلة في الشحن مع الشركة فالرجل طبعا اه بعتلي معه هداية ما اعرفش بقى اللي بيجي مع المكنة ايه واللي بيجي ايه هداية فجاي وراها تلات قطع تمام وجاي وراها تلات قطع سفنج وقطع صوف تمام كل طبعا ده شغال سكوتش هنخش بقى المكنة تمام دي المكنة طبعا مع بعضينا انا لسه مركب دي طبعا قبل الفيديو عشان اجربها فقلت افردكم المكنة قبل التركيبة وبعد التركيبة المكنة بتيجي دي الوحدية ودي الوحدية يعني اه الطبعا الاسكوتشي دا الوحدية تمام دي المكنة من جوه التردد دي كل اللي بتعمله بتجيب المصمار الحاجات دي بتبقى جاية وراها تمام بتجيب المصمار بيجي وراها وردة مشرشرة الوردة دي عشان اه المصمار يمسك ما يخليش الاسكوتشي يلف معك في يوم الايان وبيتجمع عليها كويس دي المكنة وبيجي وراها مصمارين بتانا وطبعا هقول لكم بتوعيه بتجمع عليها كويس تمام المكنة هي بيجي معاها الدراء دا تمام اللي هو العادي بتاعنا وبيجي معاها الدراء دا فاللي بيعجبك الدراء دا بيركب سوى شمال او يمين تمام الواضحة دي شمال او يمين الدراء دا بيركب بالطريقة دي وبيجي في مصمرين كل مصمار بيبقى معا وردة برضو بتركب مصمار في الجهة دي ومصمار في الجهة دي دي المكنة عموما تمام هنبدأ دلوقتي عايزين نجرب المكنة انا شايف ان الكتر بتاع المكنة حلو خالص والتردب بتاعها علي جدا فهنجرب مع بعض المكنة المكنة دي ست سرعات تمام انتم شايفين في الكاميرا ست سرعات تمام هنبدأ نجرب من واحد ونشوف التردد بطاعت دي وهكشفها لكو على الكاميرا برضو ده واحد التردد بتاعها رهيج يعني التردد بتاعها علي جدا ده وانتم اللحظين تمام ابدأ رقم واحد نخشي بقى على رقم ستة نشوف السرعة بتاعتي عالية ولا ضعيفة لطراحة علي جدا لطراحة لطراحة ناعن يعني مش محتاج انك تعمل فيه مجهود او الكلام ده كلها تمام؟ دي المكنة عناطة اللي هي بتاعتي التنمية هنسيب دي دلوقتي نخشي بقى على الحاجة التانية دي بقى دي بقى مكنة الهزاز او مكنة الصنفرة تمام؟ دي المركب تاعتي برضو الناس اللي عايزة تشتريها وسعرها رخيص بشغالي يعني اه عاملة حوالي اربعة تلاف و خمسمية روبل يعني في حدود بندربها بنقسمها على تلاتة بالمصري او بمعنى صح كده بحوالي نقول كده تمانين دولار او خمسة وسبلين دولار دي المكنة المكنة خفيفة جدا الوزن بتاعها يعني حوالي 750 جرام حاجة خفيفة و حاجة جميلة ده معدن تمام؟ اه وده معدن الاجزاء اللي فيها كلها معدن تمام؟ والجزء ده معدن مضغط ببلاستيك والبلاستيك بتاعه ده يعني زي ما بقوله كده مكاوم للخبطات او حاجات زي كده المكنة جميلة جدا ده الزرور ده طبعا انت اول ما بتجيبها بيبقى فيها حاجة زي كده ده الزرور الامان انت بتشيله لما بتيجي تشتغل ده بس عشان متعودش تدوس عليه لما تكون المكنة جديدة ده بيفصلك المكنة انت بتشيله خالص عايز ترميه ترميه عايز تحتفظ به بتحتفظ به وهنا طبعا انا مش هينفع اتجرب المكنة دي عشان هي شغالها ايه ضغط كومبروسر والبنزي ده مثلا اللي انتوا شايفين البنزي ده فيه منه نوعين فيه منه اه اللي بيركب هو مش صيني لا اللي بيركب على الخرطوم اللي هو الصيني وفيه نوع اللي هو بيركب الاوروبية طبعا عشان انا فروسيا ده بيركب في اللي هو الاتحاد الاوروبية تمام المكنة ايه تمام بيجي وراها الكاتالوج كاتابرو تمام بيجي وراها المفتاح او انت مثلا هتفك الطبق ده هتغيره او هتعمل مثلا سيانه بيجي وراها بس دي المجتملات بتاعت المكنة الصنفرة المساعرها حالو وخفيفة على اليد زاد مكانات التلميع وشكرا لاستماعكم مع السلامة